استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر الإقضابية صباح اليوم السيد ألبرتو فيكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفيرا لبلاده لدى المملكة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن العلاقات البحرينية الإيطالية تشهد تطورا مضطردا في كافة المجالات ارتكازا على ما يجمع بين البلدين من تفاهم واحترام متبادل وأشاد سمو بالجهود التي قام بها السفير الإيطالي خلال فترة عمله في المملكة في توطيد التعاون بين البلدين متمنيا سمو له التوفيق فيما سوف يسند له من مهام مستقبلة وأكد سمو حرص البحرين على تعزيز مجالات التعاون مع جمهورية إيطاليا الصديقة وفتح مجالات جديدة للتعاون البناء والمثمر الذي يلبي المصالح المشتركة للبلدين منوها سموه بالجهود التي تقوم بها الدولة الصديقة في تعزيز السلام والاستقرار العالمي ونوه سموه إلى أن التعاون الثنائي الوثيق لا سيم في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية يؤكد عمق ما يربط بينهما من علاقات صداقة قوية ومتينة من جانبه توجه السفير الإيطالي بخالص الشكر والتقديل لسمو رئيس الوزراء الموقر على دعم سموه المتواصل لكل ما يرتقي بأوجه التعاون بين البلدين الصديقين منوها بمنساندة سموه خلال فترة عمله بالبحرين ما كان له عظيم الأثر في نجاح مهمته معربا عن تمانية لمملكة البحرين ولشعبها مزيدا من الرفعة والتقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر